اشتركوا في القناة في القناة في الضرب الأحمر وبالذات عن أثارنا الإسلامية وأثارنا الفاطمية هيكون معنا أمني عبدالبر ويعود مبادرة إنقذوا مصر وإنقذوا قاهرة أسفة والمؤسسة المصرية لإنقاذ التراث سبعة خير أمني أهلا يمدين أهلا يمديني أهلا يمديني أهلا يمديني أهلا يمديني أحنا عايزين نصوط نحن عايزين نصوط النهاردة بصراحة يعني قبل ما نتكلم عن ما يحصل في الضرب الأحمر يريد تكلميني تكلميني وتشرحين لسادة المساعدين مبادرة إنقذوا القاهرة أنتم مين والمبادرة دي عايزين منها إحنا كمبادرة جايزة تدينا من السنة اللي فاتت من كتر الانتهاكات اللي شفناها في الضرب الأحمر بس كمجموعة احنا بنشتغل مع بعض بقى أنا أكتر من خمس سنين كلنا مهتمين بالقاهرة بطريقة أو أخرى أنا مهندسة ترميم بشتغل اشتغلت أبلي كيف الضرب الأحمر وعندي أصدقائي فكل واحد يدرس يكتب يشغل بأيدي فكن دائما بنتلم كل شهر وكل واحد بيعرض شغله وبنشوف كل واحد هموه بدل ما يكونوا عاية لواحده من حوالي سنة وأنا فاكرا حتى كان قبل 30 يونيو بزيت لأننا قالونا لو عايزين حد يسمعكم لازم قبليها عملنا وقفة قصاد مكتب محافظ القاهرة طالبنا أن يوقف حالا كل ترخيص الهدم والبنى جوة القاهرة التاريخية لأن الحالة اللي وصلت عليها المدينة حالة مزرية حالة توجع أي واحد عارف قيمة المكان حتى لو حتى مش عارف قيمة المكان طبعا أكيد بس أنا عايزة أعرف ميني كأمنية الانتهاكات اللي انت روصلتها في القاهرة قبل من نتخصص بذات أو نروح للضرب لحب بالضبط ما هي عسلو اللي بيحصل في مصر بيحصل برضو في القاهرة التاريخية بناء عشوائي هدم لي بيوت قديمة انت شوفت اللي حصل في اسكندرية نفس الحكاية بس بتحصل عندنا بقى بأقوى بكتير من اللي بيحصل لأنه المدينة الناس دايما بتبص على الأسر وبتنسى أن الأسر ده جوه مدينة في دايما مقولة بحب أقولها قوي لمع ماري كاتا بتقرير للملك فؤاد في التلاتينات كان بيكلم على الدفاع عن المدينة القديمة وقال للملك أول أسر للقاهرة هي المدينة نفسها قبل ما أنت دلوقتي سجلت الأسار اللي عندك بس أهم حاجة المدينة اللي أنت مش باصص لها القاهرة بتتهد من 150 سنة أهمية القاهرة القديمة إيه يا أمي؟ بس سادة المشاهدين يكون لازم تعرفوا أن لازم تعرفوا أن عندنا أحد أهم المدن القديمة مش بس في المنطقة العربية والإسلامية في العالم كله القاهرة العصور وسطة القاهرة المملوكية والفاطمية والعثمانية دايما كان الرحالة يجوا يزوروها وينبهروا من جملها وينبهروا من كبراها إحنا كنا أكبر من باريس وكنا أكبر من لندن وتيجي تقري الناس حتى ابن خلدون وابن بطوطة وغير كده الرحالة الأوروبيين ناس دايما كانت تنبهر من المدينة دي تنبهر بأسارها وتنبهر بعمارتها لأنه كان فيه براعة وفن غير طبيعي وصلوا البنة والمهندس القاهري يعني كنا مدينة كوزموباليتن في العصور الوسطى كنت تمشي تسمعي ناس جاية من مغرب وناس جاية من إيران وناس جاية من من أرمينيا فتحسي أنه ما كانتش مدينة كده وخلاص القاهرة ليها قيمة كبيرة جدا أنت روحي أي قسم بيدرس تاريخ أو بيدرس حتى عمارة في أي جامعة محترمة هتلاقي دايما القاهرة لازم تكون موجودة في التدريس بتاعك فحاجة تزعل أنا شخصيا بعمل دكتوراه في جامعة فرنسا وبندرس القاهرة زي تبنت وقت المماليك فأنا عملا بدرس زي تبنت الزي في نفس الوقت عمليين بنجري أنها بتتهد من ناحية تانية كل يوم نصحة نلاقي إيه دول سرقوا كرسي في حشوات من كرسي السلطان حسن لا دول أهدوا رابعة كان مثلا بقالوا ربعمائة ولا خمسمائة سنة الإيمة دي أنت بتبني مبدأيا هتشوفه دلوقتي المقاسي اللي بتتبني بس أنت كان عندك زي عقد كده عارفة فالعقد عملا يتسلت منك كده تسلت تسلت في الآخر الناس هتيجي تشوف إيه هتيجي تشوف منطقة عشوائية لأنها بقت منطقة عشوائية أنت ولا فيه احترام لاشتراطات البناء عندنا قوانين تنسيك الحضاري مطلع اشتراطات مخصوصة للبناء في الكهرة التاريخية لا يوجد احترام لاشتراطات دي اشتراطات دي بارتفاعات يعني ما قانون بيقولك 3 دوار أو 4 دوار بلاي 12 دور فمحدش يجي يقولي بقى تصالح مع المباني المخالفة لا احنا لازم بإيد حديد لأنه احنا لو دلوقتي موقفناش وقفة وانا بجيب واجه بجد يعني دلوقتي الحديث للمسؤولين بتوعنا الكبار في البلد المدينة بتاعتك دي هي أهم مدينة تاريخية موجودة في المنطقة بل في العالم كله لو موقفتش دلوقتي وبنإيد من حديد وقفت كل واحد بيبني بالمخالفة بيهمل في مبنى أسري أو بيبني في حرم الأسر انا لو احنا هنعرض الصور دلوقتي دي منطقة السيدة زينب احنا شايفين ابن طلون في الخلف الصورة دي من مئة سنة بس يعني حتى الأهرامات مش باينة هنا من مئة سنة بس انا هوريكوا صور بعد كده هتشوفوا المدينة أصبحت حامل زي بيوت جميلة قديمة متناثقة فيه فيه احساس كده انه الدنيا متناغمة يعني تمشي في المدينة انت مبسوطة ونجي محفوظ كتب اللي كتبه ده ازاي عشان هو اتربى في المدينة القديمة ممكن نكامل بقيت الصور بعد إذنكو انا شخصيا اشتغلت على البيت ده ده بيت الرزاز في الضرب الأحمر واشتغلت على حتى المشربية والقاعة اللي وراها بس في الترميم دلوقتي اللي حصل ان البيوت اللي جنب البيت دوت اتهدت خلاص وعشان قانون كمان الأسر ما بيسمحلكيش انك تبني في حرم الأسر مع انه المدينة كانت متكاملة يعني كان الشارع ما ينفعش يبقى الشارع ماشي كده وفجأة نلاقي أرض فاضية اصلا قانون بيقول ما ينفعش نمني في حرم الأسر فالمشربية اللي تحت دي خلاص اختفت ما بقتش موجودة قصادها في بيت جميل جدا هم بيتين لسه فضلين بس كل دي ملكية خاصة او ساعات بتبقى كتير قوي ملكية او قاف حتى الأسر ما تقدرش انها تحافظ على كل حاجة هنا الشارع من قدام شوية شارع باب الوزير في حتة بنسميها المحجر وبتشوفي هنا حصل سكيل قد ايه قدامي بتاع المدينة والبيوت القديمة اللي مستوحاة فيه تناغم في الطابع المعماري اللي موجود واللي وراء ده جامع من العصر المملوكي قبة بتاعته من أجمل القباب لأن لها باتن متميز جدا بس لو نكمل كمان في الصور اواريكوا دلوقتي برضو ده جام بشارع طولون واحنا شايفين انه كمان كانت من ضمن الإعجاز عندنا الناس كانت بتبني أدوار من زمان يعني كممكن حتى كان الرحالة بيقوله ده بنشوف أربعة دوار وست دوار ودي كانت حاجة يعني مش متعرف عليها خالص في أي حتة لأن الناس احنا حنبني هنا بحجر وشوية خشب وكلام من ده فكان التقنية نفسها كانت صعبة جدا بس كل الصف ده اختفى أنا عادت كتير قوي أدور عليه لغاية لما لقيته والحقيقة لابت عمرات وحاجات محدودة ده خير بي وأنا هوريكو صورة في الآخر مش فاكنا حطيتها ولا لا المهم يعني بس برضو العمرتين العالمين وعالشمال اختفوا الاحساس دوت بتاع البنى التقليدي بتاعنا أنا كمان مش بطالة بين الناس لما تيجي تبني جديد لازم تعمل copy paste من القديم بس أتليست احترم ارتفعاتك احترم تناسق الموضوع ممكن تبني برضو مشربيات بس بطريقة مختلفة بس تكون بتحترم القديم اللي جنبك يعني حتى كمان في دول أروف بيه في باريس مثلا أو في أي دول محافظة كوزمو بولوت من دول بيحافظوا على البلدنس بتاعتهم يعني حتى ما بيجوا يجددوا بيجددوا من جوة ما ينفعش تتهني شبابيك بيتك بلون غير متاصق مع اللون اللي موجود في القانون بالصبت اللي موجودة للقاهرة التاريخية هتلاقي أن الكلام ده مكتوب مفيش أي حد بي نفس هنا كمان الصورة أنا ابتدت لكم بصور يعني عايزين نشوف البيوت القديمة ونشوف أن احنا لسه فاضل حيطة صغيرة جدا أنا بقولك المدينة تتهد بانها 150 سنة من ساعة ما الأغنية سابوها ورحوا سكنوا في العباسية والحلمية والمنيرة وصابوا المدينة تقع وصابوها لناس يا إما الوافدين بقى من الكرة يا إما الفؤرة فبالتالي حتى حتى الناس اللي سكنة في البيوت دي ما عندهاش إمكانيات أن هي ترامم البيت لو هي حتى مش عايزة أنها تسجل البيت وتغيرتو وبالتالي احنا عايزين نكلم المستثمرين يا جماعة اللي يجب تستثمروا في المدينة القديمة حاولوا تشتروا بيوت قديمة وترامموها طبعا الحاجة الوحيدة يمكن اللي حين نعملها وكان شارع المعيز يعني لحيانة بصي أنا عارف أن أنا طبعا يامسترسنج وامبوشن بطن بس يعني بصي دينا شارع المعيز يعني عارف أنه هو خلاص وحتى مبارح الوزير الحقيقة مشكور كان بيرايح يركب البوابات عشان يمنع دخول العربيات مجهود بس أنا بالنسبالي شارع المعيز اختزل المدينة في شارع بصبت اخرجي من الشارع المعيز هتلاقي المجالي طفحة والبيوت بطقع ومه لك إنه أنا أنت حاولت شارع كان قلب المدينة القديمة إحنا السلاطين كانوا بيجوا الشارع ده أو لما يرجعوا من أي معركة كاسبانين فيها كانوا بيدخلوا المدينة من الشارع ده السلطان الجديد كان لما بيجي يتولى السلطانة كان بيروح عند قبة السلطان كايباي عشان يعني يعترف بي كسلطان للمكان شارع المعيز بقى إيه بقى قهوة وشيشة أما بالضبط ما ديك خصة تانية يعني أنت شلت الناس أهل المنطقة وغيرت الإحساس بتاعها وعملها كوميرشل كمان وأنا أسفل القاهرة دي بتاعتي مش بتاعت السايح بالضبط يعني معلش أنا توني أنا أرجوك ما أنا بصورت معاكي بزياني أنا متضايا لأننا تربينا على المدينة التاريخية دي وبنعشقها وتعلمنا من أسدتنا كمان إيمتها وفعلا فعلا إحنا كلنا بنعشق المدينة دي وكل شوية لما بننزل قلبنا بيوجاعنا كل شوية لايه حاجة أنا معرفش أنت شوفت قهوة سيدة ولا لا المسرحية دي لا أسمعت عليها أهو حولت شبيعة لأنها كبتارت حاجة زي كده وكجميلة جدا للمتخلنة أنا هي هتعجبك أنا بس عايز أعرف عشان الوقت ما يخدناش إلا حصل في الضرب الأحمر اللي بقاله يومين بيحصل عم متلا بقاله الضرب الأحمر من بعد الثورة والانفلات الأمني اللي حصل برضو أرجع بسرعة المدينة عشان زي ما بقولك الكوانين بتاعتها دي حصلت إن بقى في عندك أراضي فاضية كتير يعني ساعت لما تيجي تدريسي منطقة تلاقي إنه عندك 60% أرض فاضية إما أرض بتاعت أوقاف في الدنيا ملخبطة إما ورسة كتير جدا فمتعرفيش أن أنت تعملي عملية إحياء للمنطقة لأنه القوانين الورق بتاعك نفسه صعب لما تيجي تشتري بيت قديم في المنطقة في الكاراتر خالتي حاجة صعبة جدا فالضرب الأحمر فضل أنت يعرف الأغاخان نشتغلوا على الضرب الأحمر حاجة بتاعت عشر سنين وقعدوا يحاولوا يوضبوا ويعملوا ويجاء مشوا من هنا وبعدين أنا مش فاهمة إيه اللي حصل مقاولين جوم أغلبهم للأسف الشديد أغلبهم تجار مخدرات معهم فلوس ودي طريقة إنهم يعملوا غسيل أموال بيستولوا على أراضي حتى لو من غير ما يشتروها يجوا يحطوا ياخدوا الأرض يبنوها ويقولوا لما يطلع علينا وريسها نبقى نراضي أهالي المنطقة أهالي الدرب الأحمر مستقيم جدا ما بيحصل وبتدوا يخافوا بقى دلوقتي لأنه اللي بيتعمل ده بيتعمل بدون حتى إصدار ترخيص وبالتاني ما فيش رقابة على الحاجة اللي تبديني دي يعني هل هو حاطت شكايرة سمنت مظبوط السيخ الحديد بتاعته مظبوط ولا هل هو ده أساسات مظبوط وبعدين تدق أساسات في منطقة زي دي بالضبط إحنا ببني جنب أهم أهم الأثار المملوكية بتاعتنا بنلاقي عمرات قبيحة عمرات بيعملين نهاريك دلوقتي جنب المرداني وكجمس الأسحاقي عمرات بتتبني على بعد ثلاث أمطار من الأثر طب أو ده مش هيأثر على الأثر نفسه أكيد وبعدين فين رقابة فين الدولة طيب ممكن نعرض الصور بعد إذن كتغيره عشان كمان عايزين متعلق الصورة كمان تقدر تعمل أفضل في الأول حتت لكم كم صورة كمان يعني كنت عايزين تحسوا بأنه لسه في في حتة صغيرة لسه محتفظة بإحساس دوت بتاع المدينة ممكن نعرض الصور بعد إذنك يعني ده مسلا ندار بالأصفر نحن عارفين في بيت السحيمي فبرضو حتى لما عملوا المشروع بتاعهم بتاع ترميم البيت فكروا أنه لا ما ينفعش نعمل بيته بس لازم نفكر كمان في بره ولازم يعني بغض النظر إزاي الموضوع بتاعمل بس كات محاولة إن إحنا كمان ندخل إنا سيجل عمراني مع ترميم الأثر نفسه ونشوف زي الأثر ممكن يؤثر على المنطقة اللي هو فيه دي منطقة تانية في الخليفة شايفين البيوت القديمة لو اتوضبت ممكن يطلع منها حاجات تحفة أنا بجد مش بهارة جديدة أنا بمشي في شوارع ببص عليها وبشوف في فانس ومش بهارة بتلاقي إحنا ممكن نوصل لكده بس إحنا إيه اللي احنا بنعمل ببصت البلد كمان وغيرها وغيرها بقيت حزين دي نفس الصورة بقى اللي أبيض ويسود دي صورة المقلوين بتاعت دلوقتي يعني صورة اللي أنا واريت هالك بتاعت ده جامعة طلون برضو دي نفس الصورة بس دلوقتي لقينا إنه البيوت القديمة تهدت تلع علينا بيوت أنا مش فاهمة إيه حكم إن أنا لازم أبقى شايفة حيطان حامرة طول الوقت حتى في الدقي وفي الزمالك مش عارفة إيه اللي بيبني عصامت وعمره ما بيدهن الجزء الصامت دوت عشان لما الفيلا اللي جمبه تتهد هيبقى يبني عصامت بس أنا ليه أشوف طبا أحمر المدينة القديمة بايت كلها طبا أحمر دلوقتي يعني كملوا على الصور دلوقتي إحنا هنا من جنينة الأزهر وده جامع أصلا مثل الأحضار اللي ترمم اللي الأغاخان رمموه من كذا سنة اللي جامبي ده هواريك الصورة دي من قدام بس ده واحد كده كانت أرض فاضية استولى عليها وبتدى يبني وبتدأ أنا ما عرفش بقى أنا بقالي شوية ما روحتش ما عرفش روست اللي كم دور وشطبها ومشطبهاش الأرض دي بزاد طالبنا المحافظة أن يوقف الشغل فيها وكان موجود رئيس حي وسط وقلنا له لازم توقف الشغل لأن ده بالمخالفة للقانون وأن ده في حرم الأثر حتى لو إحنا هنا بقى ممكن نستخدم القانون بتاع حرم الأثر بالضبط بس حتى الزوء ما فيش زوء ما فيش أي احترام للمكان اللي اللي انت فيه بس لو كاملنا جايزة وريك هاي هي دي العمارة بقى من ناحة تالي لا 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 عندك القسم السلح دار كرن الاربعتاشر وهذا المنظر فيعني فعلا أنا حب يعني ياريت المحافظ يقولي وصلنا لإيه للشارع دوت أنا ممكن أبعث له عنوانها بالضبط ومنها فعلا ما بتروحوا بتقدموا البلاغات دي للمسؤولين حاضر هنحاول وبعدين محدش يقولي فراغ أمني بعد الوقت يحن بقاش عندنا فراغ أمني محدش يقولي أصل مهندس هيخد مطوع يعني أطلب من جيش يجي يدافع عنها ده ده أصلا بلدنا بالزبط يعني لو انت مش قادر دافع لي اتصرف اتصرف إحنا بننزل نشام ده برضو سرغط من مأزان سرغط مش لصديق لي أحمد النمر بعت هالي اللي هو ده اللي احنا بنشوفه من مدينة دلوقتي ده اللي الأثار بتتفرج عليه حتى يعني اللي شهدت على جمال ده قدام إمام الشافعي قبت الإمام الشافعي ده راجل بين كان الجزار بتاع المنطقة أخذ الأرض وطاني طيب منتقه هل الكلام ده نقطة تانية سيبك من الأثار نقطة تانية سلامة الناس اللي سكنة جوه دي بسط هل أنت تدمن أنه لو حصل مصيبة هتعرف تدهودي له إسعاف وهتعرف تدخل له مطافي طب لو العمارة دي وقعت دي مثلا هقولك بسرعة دي بوابة بيت كراعة ده كان أحد شيوخ الأظهر وقت الملك فؤاد لو أنا فاكرة صعبة البيت هديتها بنت عمارة لطيفة واحترمت الارتفاع الحقيقة بس يعني احنا قلناها قلناها كتير طب احنا ممكن نشتريها منك ونقصها ونحاول ندخلها في مكان تاني ولا رجل تسمع لنا وراح تدكت البوابة كلها على بعضها لا 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 ده بيت المهندس على الشمال وده بيت قديم برضو على اليمين انهار تعرفيش بقى انهار بسبب أن في ناس بتنخور جواه ولا انهار بسبب الإهمال يعني ايه المشكلة لما احنا نفكر ان احنا نخلق صندوق نقدر بيه ان احنا لو واحد عنده بيت قديم وعايز يرمم بيته يقدر يا إما يستلف من الصندوق دوت أو ياخد منحة من الصندوق بحيث انه يرمم بيت القديم البيت القديمة يا دينا بتبوش طبعا مش بهارك ده برضو في الضرب الأحمر بوسي ده البيت القديم على ناحية وده البيت الجديد يعني مفروض اساسا في القانون بيقولك مفيش برامة اللي هي البلكونات دي مفيش برامة في المدينة القديمة يعني بصوا اصلا الفرق ما بين البتاني ده كأنك بتبني في الشروق ولا بتبني بستة اكتوبر مش هو اما خلق اه بالزبط يعني يبني هما في الشروق وستة اكتوبر يدوم اي ارض يبنوا عليها بالزبط يدوم ارض فاضي بس ما ينفعش في المدينة بتاعيك ان يعمل فيها كده ده بقى جامعة كجمس الاسحاقي ده من احلى جوامع القرن الخمستاشر حاجة كمان يعني علماشي كده المحراب بتاعه فيه امضة بتاعة الرجل الصناعي اللي مضاهي الناس بتدرس الكلام ده بانك منشورة على حلاوة وجمال المكان دوت دي العمارة اللي جانبه كانت تلات دوار وبعدين بعد كده طلعوا الخوازيق وكملوا الدوار بتاعتها حتى يعني انا مش عارفة كنت حاطيت رؤية دودو ولا لا برضو في الضرب الأحمر الرجل لما جيه يبني على الصامت ما حاولش حتى يفكر يفتح شباك يتفرج على الأثر اللي جانبه الناحة تاني ومن هي انا وقاتي معاك انتهى بسهل في نفس وقت حزينة يعني من اكتر الحاجات اللي انا بدأت بيها اليوم وحزينة على بلدي ومتدايق عشانها وفي نفس الوقت كل يوم بحس ان انا بيجي هنا في نهارك سعيد بناشد المسؤولين سواء كارثة بتحصل عمال سواء كارثة بتحصل القصار فورا يا دينا وقف اعمال الهجم والبنى في القاهرة التاريخية لغاية ما يتعامل اعادة تقييم للوضع اللي حاصل في المدينة عايزين حاجة مهمة كمان ما انفعش المدينة تبقى متقسمة ما بين مش فاكرة 11 حي انا عايزة حي واحد بس عايزة ادارة واحدة بس هي اللي تكون عليها انها تاخد القرارات في المدينة التاريخية بس جايز دايب أبداية بس مش عايزينك تائب لا لا خالص بالعكس انا بطبسط لما بقعد معيك مبعد معناس انا مهتمة بأثار مصر بالعكس يعني احنا دورنا احنا كمان هننقل الكلام ده زي ما قلتلك انا ما بحبش ادفن راسي في الرماء بالعكس الحياة ممكن تكون في حاجات حلوة كتيرة جدا لما بقعد معيك مبعد معناس امنع الخدمات وامنع البونات دلوقتي لما نشوف نعم انا كنت اعمال انا كنت مهتمة جدا بانقذوك الاسكندرية اه ندرس قاضنا برضو بالصفت ومهتمة جدا كمان ان كان فيه من المسؤولين شخص يهودي وكان رمى مسجد متهالئ او كان رمى مقالة خباق يعني طيب اوكي انخذوا قاهرة من فضلكوا واحنا بنونادي المسؤولين وكل المهتمين بمصر والمحافظين على مصر واللي عايزين يشوفوا مصر احسن حاجة في العالم اهم صدقوني من البرلمان والكرسي والحاجات دي كلها يعني اثارنا اهم بكتير جدا جدا وتاريخنا بجلد يعني ده ممكن تبقى منظومة اقتصادية جديدة ممكن تجيب لنا يعني انا دائم بقول قتل قصاد ايا سوفيا في اسطنبول بمتين دولار الليلة قتل ثلاث نجوم وصاد السلطان حسن عندنا ايه اه انا خلاص ومني عبدالبر عدوا مبادرة انقذ قاهرة مؤسسة المصرية لانقاذ التراز مشكورك على وجودك معنا وانا تنكي باي ماشا اتمنى انتو تجولنا في اي وقت البيت هنا مفتوح وفودي مفتوح ليكو ولكل الناس المهتمة بجد المصر انا مهتمة جدا ان انا بالنسبة لي اهتم بالحاجات دي على ما اهتمة بالسياسة بصراحة اه ننتقل معكم الفصل ونكمل معكم بقية فكاراتنا في غليكم معنا